بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى الحبابين يكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة نشكر المتابعين لقداموا الجدد والناس اللي تحقوا بهذه القناة يا رب يحفظكم نجيكم يا رب الناس اللي طالبين اللي يلقوا اليوم غد نحطوا لكم ان شاء الله رائع اكثر من رائع غير دعموا القناة وخلوا لايك ودعموا هذه القناة اللي غادي تعطيكم فوائد ان شاء الله لتنفعكم في حياتكم وفليداتكم وفراسكم في الزوج ديالكم اذا غادي نكونوا ايجابيين الوصفات الشعبية القرآنية نورانية اي حاجة بغيتها تسبحات اذكار كل شي الحمد لله غادي نحطوه ولكن كلنا نصليوا على سيد الخلق اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قبولي اليوم هو عبارة على التومة والسانوج السانوج والتومة اللي غادي نبخر به واللي غادي نهزه واللي غادي ان شاء الله نحكوه على العتبة كي تكوني مقبولة مع الناس اذكار الصلاة استغفار صورة الواقعة اسم العزيز اسم العزيز اسم العزيز هو من أقوى لأسماء يعطيك العز والقبول مع الناس يا عزيز يا عزيز يا عزيز عزني مع نساء ورجال عزني مع مديري عزني مع شخص معين انتي اللي عارفة الأشخاص اللي تتعامل معهم تقولهم بأسماء ديالهم اذن القبول هو رائع مع الناس ودائما تكوني مقبولة وكلامك مسموع دائما ربي غادي يحنع لك ويعطيك طاقة إيجابية ان شاء الله اذن غادي ناخده ناخده إذا بغيت الزواج غادي تحطي خاتم غادي تحطي خاتم إذا بغيت الزواج مع الشخص معين أنك غادي توضعيه مع هاتثومة مع هاتثومة والسانوج هذي اللي غادي تهزي معاك ولكن غادي تكتب عليها قبول 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 غادي تكتبها على ثلاث واجهات قبول 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 وحرف من اسمك قبول مع حرف ديال اسمك وحرف ديال الشخص المعين إذا قبول 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 وغادي نكتب حرف ديال اسمي بحال فاطمة نكتب غير حرف الفاء سعيد نكتب غير حرف السين اذا وغادي تقولي يا عزيز يا عزيز يا عزيز عزني مع فلان ودفلانة يخطبني ويجي للدار اذا هذا القبول نقدر نوضع معاه خاتم او نحط معاه صورة صورة ذيالي الشخص المعين الشخص المعين انحط صورته حركة الى كان بغيت يكون بغيته للخطبة بغيته للخطبة غادي نوضع معاه خاتم نوضع معاه اسم حرف الاول دياله حرفك انتية مع قليل من السنوج وغادي نرفعه معي هاد القبول اذا السنوج الباقي غادي ان شاء الله بحول الله وقوتي غادي نشد السنوج غادي اللحو امام العتبة بش يحيد لك النحس اللي عندك ديال قلة الخطاب يجو العتبة غادي نرشو ثلاث ايام ولكن نحك تومة ان شاء الله ثلاث ايام فص واحد حيث احنا عدنا ثلاث فصوص وحدة غادي نهزز معايا يلي وضعت هنا وحدة غادي نتبخر باي والسنوج وحدة غادي نحكها على العتبة ثلاث ايام هنحكها على العتبة ثلاث ايام اذا وحدة غادي نهزز معايا هي والخاتم والصورة ديال الشخص اللي بغيتو بغيتو يجي يخطبني عطيتكم عشنو غادي تكتبو مع شوية السنوج ونهزز معايا في حمالة الصدر او نديرها في الساك ديالي او البزدام او المحفظة كم يقولو خودنا المشارق اما السنوج اما السنوج غادي ان شاء الله غادي ناخد فص غادي غادي نتبخر بيه فص غادي نحكه على العتبة ثلاث ايام ولكن ذك السنوج غادي نلوح ثلاث ايام على العتبة على العتبة وخارج العتبة السنوج باشي حيدي الطاقة السلبية من العتبة ما غاديش نبخر بيه ولكن غادي نرميه ثلاث ايام وغادي نحك ثلاث ايام. الوقت للوح الوقت للوح السنوج نقول رميه تلعكس والزيت الساد. رميه تلعكس والزيت الساد. غادي نحك تومة وغادي نحك وغادي نقول تومة يا تومة بغيتك تجيب الخطاب من كل درب وحومة. تومة يا تومة بغيت تجيبي لي الزواء العتبة للخطبة او اي حاجة تومة يا تومة تجيبي لي الخطاب من كل درب وكل حومة. اذا ثلاث مرة ثلاث ايام ترمي الثانوج قدام العتبة وتقولي ارميت العكس والزيت الساد. وانتي غادي تحكي لك تومة ثلاث ايام فص واحد ثلاث ايام. يريد تحكيه على الحذاء ديالك من تكوني خارجة. تكوني خارجة. اما وحدة غادي تاخدي حفينة السانوج مع ديك فص ديالتومة. وغادي تقرأي عليهم هاد الآية. للا كان عندك سحر او اي حاجة غادي تبضل. ما جئتم به السحر ان الله سيبضله. ما جئتم به السحر ان الله سيبضله. وغادي تبخري حدا العتبة. غادي تبخري بالسانوج والتومة. وغادي تبخري مرة واحدة. شوف انتي ما عاش بغا تبخري واش مع الظهر ولا العصر ولا الصبح. انتي في اختيار. وغادي تحاولي انك تبخري مزيان في المجمر. ماشي في المقلع. وتهزي معك هادك تهزي معك هادك التومة والخاتم والصورة دية الشخص اللي بغيته يكون معك في القوبون. يقدر يكون حتى اخوك اللي كتي بغيته يكون ديما يسمع كلامك ويبغيك ويعطيك الفلوس لان بعد الخطرات الخوط ما تبقوش يشوفوه في الخواتات. فالدار لو شو حاجة الخواتات ويبقى يشوفو بغيتهم. اذا حاولوا انكم تديروا هاد القوبون را رائع رائع. اه ثلاثة الوصفات رائعين. تبخير رشع تبتك. ازي معك قوبولك. تمني وترجي. وحيدي العكس وترضي اللحس. لانك يلحطش نيتك ولو الوصفة اه تكون غير فائدة تقدر تنجح معك او ما تنجحش معك ولكن هي فائدة. اللي اخدمتها من القلب ديالك وعطيتها طاقتك ونويتي الخير غاد يعطيك الخير. اذا الوصفة ديالي ديال اليوم هي عبارة على فتح النصيب في كل الامور وطرد النحس من العتبة باش يجو الخطاب الى العتبة بجهد الله جيب الرزق بجهد الله جيب خطاب الى العتبة بغيت نحيد نحسي ونطرد تابعه ونحيد العكس ونتبخر على هذه التويمة وعلى السنوج ونتوكل على الخالق ما عرفنا علاش غيجي السبب ما عرفنا علاش غديجي السبب هذك الخاتم موخي يكون عند قديم ولا جديد يكون غير ديال النحس وغادي نحطه ماشي ضروري يكون جديد ولكن غير فال ديال الخير غادي تقولي لي لا طال المدة غادي ندير ليه غادي تغسليه بالماء والملح وتعاودي تحطيه بصباعك والسلام اذا حاولوا تخليوا لايك وتدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتابنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته